موسيقى بسم الاب والابن الروح الكدس الاهن واحد امين اليوم الرابع من شهر طوبة المبارك نياحة الكديس يوحنى الحبيب وكنيسة هنا تدينا رسالة جميلة عن هذا الكديس المسيح في حديثه مع بطرس اتحبني يا سمعان ابن يونة ورسالة من ربنا انه بيرفع بطرس بيفرحه بيردله مكانته بيديله قرامة بيديله ارسالية مسئولية وبيرفعه وبيضمه اليه ولكن في نفس الوقت بطرس يبص ليحنى الحبيب ويقول له يسأل المسيح وماذا عن ذاك فالمسيح بيرد لنا رسالة جميلة جدا لنا كلنا اتبعني انت اتبعني انت عشان كده كتير من الاوقات احنا دايما بننسى اللي ربنا بيدهولنا بننسى البركة اللي عندنا بننسى هذه العلاقة القوية جدا ان ربنا بيرفعك ويباركك ربنا بيعطيك نعمه وربنا بيبارك كل حياتك وبعدين انت تبص وتقول وماذا عن ذاك والرسالة اللي ربنا عايز يقول لك ايه اتبعني انت اتبعني انت ملكش دعوة بحد اتبعني انت لان ركز انت شخصيا مع المسيح كل واحد مننا له علاقة خاصة جدا خاصة جدا ده سر اسرار ده قدس اقداس داخل هذه العلاقة هذه العلاقة خاصة جدا بينك وبين ربنا الله يتحدث لك يتحدث معك في داخل قلبك ربنا بيكلمك باستمرار جواك اسمع لصوت ربنا اللي جواك ما تبصش لغيرك لانه كل واحد مننا ربنا مديله موهبة خاصة علاقة خاصة فكر خاص ظروف خاصة لكن انت شخصيا انظر للعطية اللي ربنا مديهلك انظر للبركة اللي ربنا مديهلك وافرح بيها اتبعني انت اتبعني انت لان ما ينفعش ابد ان الانسان يبص الارسالية اخر لمسئولية اخر لكن بيبص المسئوليته الشخصية ويبص العمل الله الخلاص فيه شخصيا عشان كده رسالة ربنا ليك النهاردة مفرحة اتبعني انت اتبعني انت فتفرح بيه ويبارك كل حياتك ربنا يعطيكم كل نعمة وبركة وللهنا كل المجد والكرامة الى الابد امين اشتركوا في القناة